السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام وأهلا بكم في فيديو جديد حنتكلم في هذا الفيديو عن رد فعل رمضان الصبحي عقب تتويج النادي الأهلي بالبرونزية وتفاصيل عودة حسام عشور للمشهد الأهلاو من جديد وفضيحة صالح جمعة في الساعات الماضية شاهدت حديث من جانب وليس سليمان نجم القلع الحمراء مع محمود الخطيب رئيس النادي حديث الحاوي مع الخطيب جاء من أجل نقل رغبة حسام عشور لعب النادي الأهلي السابق وفريق الاتحالي السكندري الحالي في الاعتذار لمحمود الخطيب ولمجلس إدارة النادي الأهلي عن أي رد فعل صدر منه في الفترة الماضية وذلك على خلفية مباراة اعتزاله سيد عبد الحافيز مدير الكرة بالنادي الأهلي علم بهذه الجلسة ولكنه فضل عدم التدخل وترك الأمر إلى مجلس الإدارة لحسن موقف اللاعب حسام عشور يرغب في تقديم اعتذاره لمجلس النادي الأهلي في أمل العودة من جديد للتواجد في قناة النادي أو العمل في أي منصب بالنادي الأهلي ورفض الخطيب حسم قراره سواء بقبول اعتذار اللاعب من عدمه وطلب من الحاوي الانتظار لحين عرض الأمر على مجلس الإدارة بالكامل رد فعل رمضان الصبحي عقف تتوج النادي الأهلي ببرونزيت العالم مصدر مقارب من اللاعب رمضان الصبحي لعب نادي برمز كشف عن رد فعل اللاعب على تتوج النادي الأهلي ببرونزيت كأس العالم للأنية على حساب نادي بل مراسل برازيل حيث قال المصدر بان رمضان صبحي كان يتابع مباراة النادي الاهلي وكان يساند النادي الاهلي خلال المباراة وعقب انتهاء المباراة وتتوج النادي الاهلي ببرنزية العالم حرص رمضان صبحي على اجراء مكالمة هاتفية مع زميله بمنتخب مصر الومبي اكرم توفيق لعب وسط النادي الاهلي لتوجيه تهناء خاصة له بهذا الانتصار وقال المصدر رمضان صبحي يشعر بالندم حاليا على قرار رحيله عن صفوف القلع الحمراء ونروح للعب النادي الأهلي السابق أيضا صالح جمعة حيث شهدت الساعات الماضية جدل كبير بشأن اللعب صالح جمعة صانع لعب النادي الأهلي السابق ونادي سيراميكا كيلو بطر الحالي عبر السوشيال ميديا في إطار دخوله في وسط غزل مع الفنانة ورقصة سوفينار من خلال إرساله بعض الرسال الخاص عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل اجتماعي إنستجرام إلا أن الفنانة الإستعراضية قامت بنشر رسائله على الملأ فقامت سوفينار صباح اليوم الجمعة بنشر تفاصيل الرسالة التي أرسالها صالح جمعة لها على موقع إنستجرام نشرتها على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك وكشفت سوفينار عن قيام صالح جمعة بإرسال سلاسة قلوب حمراء حينما قامت الرقصة الأرمينية الجنسية بنشر بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم في يديها وعلقت الرقصة سوفينار على رسائل صالح جمعة سائلة من ده وفي نهاية الفيديو شكرا لك عزيزي المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولكنت بشاهدنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة